تعالوا ناخد الدعاء الأول اللي نحفظه في الحلقة بداعة النهاردة يكون أفضل لي والحضراتكم من أن إحنا نقول نخترع اختراع ما أنزل الله به من سلطان ونروح جايبين بتاع ده نقول نصلي ركعتين والناس ينشروا الكلام ده أنا بعجب أنا أعجب لهذا الأمر أعجب لهذا الحديث الأول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي ده الدعاء الأول يعني إيه؟ يعني دعاء بسيط تقولوه ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات المغرب ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من فجأة البلاء لو أنت قلت الصبح يحفظك طول النهار ولو أنت قلت بالليل يحفظك طول الليل إيه هو الدعاء ده؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صحب ده؟ صحب؟ أقول كم مرات؟ نقول كم مرات؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صعب ده يا إخواننا؟ بالله عليكم صعب أسهل منه مافي نقوله كم مرات؟ النبي يقول قوله تلت مرات صبح يحفظك ربنا لحد المغرب قوله تلت مرات المغرب يحفظك ربنا لحد الصبح أنت عايز يحفظ من كده يبقى ده ولا اختراح صلاة ركعتين؟ أقول لك اختراح صلاة ركعتين؟ والله بدعة والله العظيم ما أنزل الله بها من سلطان وسيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش ومر بمشاكل أشد من الموقف ده بكثير أوي ما قال لهمش تعالوا نصلي ركعتين بل كان يدعو ويكتهد في الدعاء ماشي؟ الحديث التاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء بس كده تمام هذه الدعاء الأول اللي إحما حفظناه مع بعض وسهل جدا لجدتي وجدتك ووالدي ووالدتك وكلنا نحفظه سهل مش عايز محتاج مش محتاج يعني صعوبة يعني أهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ترجمة نانسي قنقر